صحيا وبعد ثلاثة أعوام أودت خلالها جائحة كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن 20 مليون شخص أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس جبريسوس أن الجائحة لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية هذا الإعلان يأتي بعدما اتفقت لجنة طوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد خلال اجتماعها الخامس عشر على أن الأزمة لم تعد تستحق أعلى مستوى من التأهب